المجلس العسكري المجلس العسكري أعلن مرات عديدة أنه يقف من جميع المرشحين على مسافة واحدة هذا الحقيقة سيثبت أنه لا يقف من جميع المرشحين على مسافة واحدة لكن البعض يقول ليه حالة التخوف نحن طالبنا بديمقراطية وبالتالي بديمقراطية تقول أنه صندوق الانتخاب هو الحكم هو الفيصل إذا الشعب قرر أنه يختار خلينا نقول بقى الفريق شفيه لأنه أعتقد أن القانون دلوقتي إذا طبق هيطبق عليه ووحده فإذا الشعب اختاروا ليه عايزين نحجر على إرادة الشعب قبل إجراء الانتخابات أنا عايز أقول ليس حجرا على إرادة الشعب ولكن كل الثورات في الدنيا كلها بتحمي نفسها من أنه يقفز عليها أولئك الذين أفسدوا الحياة من قبل والذين قامت الثورات من أجل خلعه لو نظرنا للتاريخ هنجد أنه الثورة الفرنسية حمت نفسها لكن للأسف الشديد أنها حمت نفسها من خصومها بالمأصلة أطعد رأبته والشعب المصري شعب رحيم لم يلجأ لهذا مطلق لو نظرنا لتاريخنا في مصر هنجد عبد الناصر لما قام بثور 52 عمل عزل السياسي وعزل خصوم أنور السادات عمل عزل السياسي وعزل خصوم الدول شرق أوروبا كلها لما نهارلت حد سفوتي كلها عملت عزل السياسي وعزلت خصومها بل أكثر من هذا أستطيع أن أقول أن ألمانيا ألمانيا الآن هناك عزل السياسي للحزب النازي من سنة 1945 45 للآن وغير مسموح له أنه أمارس أي نشاط إيطاليا الحزب الفاشي محظور عليه تماما أنه أمارس أي نشاط في إيطاليا إذن فالثورات المفروضة أنها تحمي نفسها من رموز النظام السابق اللي الثورة نفسها قامت من أجل تغييره من جذوره خلينا ما نبعدش كمان عن الإخوان المسلمين نتكلم أيضا في الأحدث وهو ما حدث اليوم دكتور محمود في جامعة المنصورة النهاردة كان فيه مؤتمر انتخابي للدكتور محمد مرسي وكان معاه المهندس خارة الشاطر في جامعة المنصورة أما اتكلمنا النهاردة برغم من الكلام ده طبعا يعني مفروض أنه هو محظور قانونا في الجامعات مؤسسات الحكومية يعني وما شابه ما اتكلمنا مع رئيس الجامعة قاله أنه هو مستائه وأنه لا يعلم من المسؤول عن إجراء هذا الانتخاب داخل الجامعة أو المؤتمر عفوا داخل الجامعة الحقيقة يعني هذا الأمر اللي هو سبق وهي أنه دكتور محمد مفتوح رحم عمل مؤتمر داخل جامعة المنصورة نفس الجامعة يعني نفس الجامعة وحضر له الناس ولم يعترض عليها حصل اشتباكات يوم هون لا لا ما حدث اشتباكات شمعنا النهاردة النهاردة يعني أعتقد أنه عملية الشحن الإعلامي لكثير من الناس إضافة لأنه هناك مجموعة ممن ينتمون إلى حزب الثورة مستمرة هؤلاء يكرهون الإخوان وكان المفروض أنهم لم يعترضوا بأسلوب حضاري أما أسلوب يعني الاشتباك والحدث أو الخذف بزجاجات المية يعني أسلوب الحقيقة يعني لا أخلاقي والإخوان تعرضوا لإساءات كثيرة في الميدان بهذه الطريقة بل أكثر من هذا يمكن يوم 25 نيان الماضي يعني ألقي عليهم زجاجات للأسف الشديد فيها مواد نجسة مش عايزة أقول اسمها فالحقيقة الإخوان باستمرار بيعتد عليهم وأعتقد الإعلام الآن شنن لا أقول حملة ولكن حرب شعواء على الإخوان المسلمين من أجل تشوههم ومن أجل صرف الناس عنهم ومن أجل إفشال التجربة اللي يعني أتت بهم في البرلمان وهذا من خصومهم الذين يمتلكون يعني الإعلام بطوله وعرضه ومعهم أموال يعني لا تحصى ولا تعد والحمد لله رغم هذا بس الإخوان عندهم إعلام أيضا عندهم قناة وجريدة يردوا من خلالهم ما العارف قناة ترد على 50 قناة وجريدة ترد على 50 جريدة أمر أعتقد أنه مش عاد لإطلاق قناة حاسس أن الإخوان ضحايا الآن يا دكتور محمود؟ هم طول عمرهم للأسف الشديد يعني ضحايا ظلم شديد طيلة الستين سنة الماضية افتراءات وجماعة محظورة ومن سيبق إليهم النهاردة هقول لحضرتك حاجة وبعد الثاورة الخصوم السياسيين أصلهم الخصومة ما الشريف أنا لو خصومي شرفاء أنا احترمهم وينتقدوني أهلا وسهلا أنا أتقبل النقد لكن لما يفتروا علي افتراءات يعني ما لها أول ولا آخر في صفقة مع المجلس العسكري طب دلوقتي العلاقة يعلم بها ربنا أين ذهبت الصفقة لحظة لما المجلس العسكري قبل الكلام ده لما المجلس العسكري نزل وثيقة على السلم وكان فيها مادتين تسعة وعشرة ودول صالح المجلس الأعلى يعني مئة في المئة وهو اللي حطيتهم مش عالي السلمي هو اللي حطيتهم لما خرج قال إن أنا مليش دعوا بالمادتين دول والمجلس الأعلى هو اللي حطيتهم لما كان سهل لو في صفقة أنا أعدهم لكم مش ما أصلحتهم وأنا أدور على مصالح نزلنا مليونية وقلنا مش هيعدوا يعني مش هيعدوا بس الاعتراض وقتها على وثيقة السلمي لم يكن فقط من قبل خليني أقول من قبل الإخوان تحديدا لم يكن فقط على المادة تسعة وعشة اللي هي خص المجلس العسكري ده كان اعتراض على فكرة ومبدأ الوثيقة بشكل عام لأنه الكلام اللي تقال وقتها من قبل الإخوان هي ستضع قيود على البرلمان أثناء اختيار جمعية تأسيسية للدستور ويمكن دا للناس النهاردة بتقولوا أنه وثيقة السلمي كانت من الممكن أن تقينا ما حدث في جمعية تأسيسية وبالتالي القرار بحل هذه الجمعية ده كان ملحق للوثيقة الوثيقة أنا أقول لك قصة الوثيقة الوثيقة أصلا كانت وثيقة التحالف الديمقراطي اللي احنا عملنا والوثيقة دي احنا اللي حطنا وكان وقتها حزب الوفد معنا في هذا التحالف وكان الدكتور عالي السلمي بيحضر باستمرار مع السيد اشتركوا في القناة